الفسادة هنا خاصة بعد إدانة أبرز الشخصيات القضائية في مولادنا يعني رئيس الأول لمحكمة التعقيب يعني تم تجميد عضويته من المجلس العلالي القضاء ومن لئاسه لمحكمة التعقيب علش من الظروس الجانب الزاوية هالي الزاوية اللي يحب فيها رئيس قيسعادي أن يصلح القضاء علش أنت تحب تقول أن القضاء يعني يسير سيرا مستقيما وما فيش عوجاج وما فيش هينات لابد من إصلاح العملية القضائية في تقديرك أنت كيف شتم عملية إصلاح القضاء ولا في كل قطاعات راه في كل قطاعات معناها كما حتى في قطاع المحامات الإصلاحات ولا بد معناها الإصلاحات لكن الإصلاح يسير روما يصيرش قيسعادي في ظروف استثنائية بمرسوم يصلحش مش يصلح الإصلاحات تصير معناها من طرف أهل الدار أهل الدار أهل البيت هم قادرة معناها بمشاكلهم نحن المحامين زي دارانا شركاء في قامة العدل ومجسل على القضاء فيه محامين وفيه عدو المنفذين وفيه خبراء الاصلاح يصير معناها بالاشتراك بتاع هالقوائي المداخلة الكل في العملية في العدالة في العدالة يصير أما ماهوش واحد فيه وحده يعمل زوز ولا ثلاثة من الناس وقال شنوه خبراء ويعمل مرسوم ويصلح به القضاء وشوف الساعة شنوه شوف مشاكل وانتي القضاء عنده مشاكل لوجيستية عنده مشاكل معناها العدد قليل متاع القوذات فما محاكم تعرف معناها في كل ولاية فما محكمة استناف محاكمة ابتدائية هذو مساعات فما دوائر دوائر استنافية جنائية ما يلقاوش قاضي بش يدخل نقص في القضاءات نقص في الأمور اللوجيستية وبالتالي معناها هذا الكل يتخذ بغاية الاعتبار وفما المعايير الدولية رأي تونس مساطق على معاتفقيات وفما مراكز استقلال القضاء للدولية والتونسية هذو كل هذوما المداخلين كل هذوما هذوما اللي يسلحوا القضاء ويسلحوا موقتك موش القضاء بارك وكل قطاعات الكل فيها اللي فيها يجبها تتسلح لكن تتسلح بأهل الدار وبالمداخلين في العملية القضاء وفي شركاء مع الشركاء الكل نعم